السلام عليكم المتابعون الكرام شكرا لدعمكم لقناة السيمونيوز اشكركم على التشجيع واشكركم على التحفيز اشكر كل شخص يقوم بدعم قناة السيمونيوز كيفما اراد ان يكون شكل هذا الدعم اقول لكم جزاكم الله خيرا واتمنى الله سبحانه وتعالى نكون عند حسن ظنكم وعند حسن سطلعاتكم ونقول للمنخلطان المشتركين جدد مرحبا بكم في قناتكم قناة السيمونيوز ايها الطيبون الكرام في هذا الفيديو ساخذكم معي في جولة تنطلق من حي الفتح والوجهة هي منطقة حسن في هذه الرحلة او هذه الجولة سنستقل الحافلة حافلة الزا وبالضبط رقم 106 التي تربط ما بين حي الفتح الانطلق من حي الفتح وخاتمة الرحلة او ختام الرحلة سيكون بمنطقة حسن اذا ايها الاعزاء الكرام في هذا الفيديو سنمر عبر العديد من مناطق العاصمة الرباط عاصمة الانوار بحيث سننطلق كما قلت ستكون من حي الفتح كما يظهر امامكم ثم سنمر عبر منطقة المنال ثم حي المنصور ياقوب المنصور ثم الاخوة سنتوجه نحو شارع يعني الكفاح ثم شارع الحسن الثاني ثم كذلك شارع النصر والخاتمة التي يعني ستكون بالنسبة لي انا ستكون بقرب من مسجد السنة اذا ايها الطيبون الكرام الشيء المشترك بين كل هذه المنطقة التي سنمر منها الوهي الاشغال العمور اذا الختمة ستكون بحيث كل هذه المنطقة تنطلق من حي الفتح مسجد السنة وسط هذه المنطقة عرفت الاشغال العمور اذا ايها الطيبون الكرام بحيث اتمنى الله سبحانه وتعالى على شبكة الانارة العمومية تم الاشتغال على ممشاة الرجالين تم الاشتغال على المجال الاخضر ومجال الفستنة تم الاشتغال على توسعة الطرقات وعملات التزفيد اذا العديد من الامور وبخلاصة او كخلاصة تم الاشتغال على التهيئة بجميع نواحيها فالعديد من الناس يعرفون ان عاصمة المملكة المغربية دخلت في اطار او عملية التهيئة منذ عدة سنوات وكان الهدف منها هو اعطاء الرونق الجميل واعادة الاعتبار لعاصمة المملكة المغربية الرباط وكذلك العديد من مدن المملكة كمدينة سلا اذا ايها الطيبون الكرام اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في هذا الفيديو اتمنى ان يعجبكم وان يروق لكم والى ان نلتقي في فيديوهات اخرى استودعكم الله على امل اللقاء بكم قريبا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة